الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم أن نيأس من هداية أحد مهما بلغ في الظلال مبلغه كما أنه لا ينبغي لنا أن نأمن من ضلال أحد حتى وإن بلغ في الطاعة مبلغها فإن الله عز وجل قد أرسل إلى فرعون رسولين موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام مع علمه عز وجل أنه لن يستجيب لهما وقد بلغ في الكفر منتهاه وفي الطغيان والعدوان حده ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين الرسولين بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولا أظن أحدا يبلغ كما بلغ فرعون في خبثه وحربه لله عز وجل ولوصله ولشريعته فلا ينبغي أن يذهب الأمل من هداية أحد من قلب الدعاة حتى وإن رأيناه يتقحم في الذنوب والمعاصي التي لا عد لها ولا حصل فمدامت روحه بين جنبيه فإن هدايته متصورة في يوم من الأيام وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أشد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يروى وإن كان ضعيفا أنهم كانوا يقولون لو أسلم حمار آلي خطاب لما أسلم عمر استبعادا لإسلام عمر ولكن يأبى الله إلا أن يهتدي عمر وأن يدخل عمر في الإسلام وأن يعتز الإسلام والمسلمون بإسلام عمر حتى يكون هو الرجل الثاني في الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فلا ينبغي أن نيأس من هداية أحد أو ضلال أحد ولا ينبغي أن نفقد الأمل من هدايته ما دامت روحه بين جنبيه وكذلك في المقابل مهما بلغ العالم أو الداعية أو الصالح أو العارف بالله والزاهد ما بلغ من الطاعة من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فلا ينبغي أنه أن ينظر إلى نفسه نظرة الآمن من الحور بعد الكور أو من الرجوع للقهقراء بعد التقدم والمضي فلا ينبغي للإنسان أن يأمن من مكر الله عز وجل ولذلك من دائب الصالحين أنهم كانوا يقولون أنه كان يقول أحدهم لا آمن من مكر الله حتى وإن كانت يمين في الجنة واليسرى خارجها ولا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فعلينا أن ننظر إلى العاصي نظرة الشفقة والرحمة وإن بلغ في معصيته المنتهاها فلعله يتوب وينوب في يوم من الأيام وينبغي أن ننظر إلى الطائع نظرة الخوف عليه ولذلك يقول الله عز وجل في حق نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فإذا كان هذا يقال في حق النبي سلم فنحن أحوج ولا جرم من الإكثار أن ندعو لله عز وجل بالثبات على الأمر أسأل الله يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة أي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما ليس كذلك؟ فوقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس إجماعا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر والمغرب إذا وجبت أي إذا غربت ويستمر وقتها إلى مغيب الشفق وعندنا شفقان شفق أبيض وشفق أحمر والمقصود إنما هو الشفق الأحمر فمتى ما غاب الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب حتى وإن كان البياض موجودا لكن متى ما خرج الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب وروا الدار قطني بسند يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفق الحمرة ويروى مرفوعا لكن فيه نظر والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويُسنُّ تعجيلها إجماعا ولضيق وقتها ولكن يُستحب تعجيلها بعد ذلك الفصل اليسير الذي شرحناه سابقا وبعد صلاة ركعتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله إلا ليلة جمع لمن قصدها مُحرِما المؤلِّف استثنى من تعجيل صلاة المغربي ليلةً واحدةً من ليالي العام فقط وهي ليلة جمعٍ وهي فيما إذا نفر الناس من عرفات قد انتهى بهم الوقوف فيها واتجهوا إلى جمعٍ والمقصود بجمعٍ أي المُزدلِفة فيُستحبُّ له في هذه الحالة أن يُؤخر المغرب عن وقتها وهل هذا الكلام صحيح الجواب لا لأن المغرب ليس لها وقتٌ في هذه الحالة لأنها تُجمعُ إلى ما بعدها وقد قررنا سابقا أن وقت المجموعتين يُعتبر وقتًا واحدًا فلا يُسمَّى من أخرج المغرب عن وقتها في هذه الليلة مُخرِجًا للمغرب عن وقتها أو مُؤخِّرًا للمغرب عن وقتها لأنه يجوزُ له الجمع ومن جاز له الجمع صار الوقتان في حقه صار الوقتان في حقه وقتًا واحدًا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويليه وقتُ العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المُعترِض أن يلي وقت المغرب وقتُ العشاء وعلى كلام المُؤلِّف فإن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني وهذا كلامٌ فيه نظر لأن العشاء لها وقتان وقتُ اضطرارٍ ووقتُ اختيار فأما وقتُ الإضطرار فأما وقتُ الاختيار فيبدأ من مغيب الشبق الأحمر أي من خروج وقت المغرب ويستمرُ إلى منتصف الليل لما في صحيح الإمام مسلم من حديثي عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقتُ العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقتُ العشاء إلى نصف الليل الأوسط وأما ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فإن سمَّيناه وقتًا للعشاء فهو وقتٌ للعشاء لإضطرار فلا يجوز لأحدٍ مقادرٍ على أداء الصلاة في الوقت الاختياري أن يؤخر صلاة العشاء إلى هذا الوقت وهذا هو الذي دلَّت عليه السنة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتأخيرها إلى ثلُث الليل أفضل إن سهل وتأخيرها الضمير يرجع إلى صلاة العشاء وصلاة العشاء وقتها وقتٌ مُوسَّع فهي من الواجب المُوسَّع والمتقرِّر عندنا أن فعل الواجب المُوسَّع في أول وقته أفضل إلا بدليل وقد دلَّت دليل على أن صلاة العشاء ليس الأفضل أن تُفعل في أول وقتها وإنما الأفضل أن تؤخر إلى قُبيل ثلُث الليل أو منتصف الليل ففعل صلاة العشاء في آخر وقتها الاختيار أفضل ودليل هذا الأثر والنظر أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء إلى نصف الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشُق على أمتي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل قال فقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر وقال إنه لوقتها لولا أن أشُق على أمتي أو قال لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة وقد قال في الصحيح من حديث ابن عمر لما خرج عليهم بعد تأخيرها قال إن هذه الصلاة لا ينتبرها أحدٌ من أهل الأرض غيركم ولكن المُصنِّفة اشترط لتأخيرها شرطًا مُهِمًّا وهي قوله ما لم يشُق على مأموم يعني بمعنى أنه إذا كان سهلاً على المأمومين أن يُؤخروها فلهم ذلك وهو أفضل وأما إذا كان في تأخيرها شيءٌ من الحرج والضيق والعنة والمشقة عليهم فالأفضل لهم التعجيل حينئذ والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله طيب أنا بأسألكم سؤال وأجيب لو أن رجلاً قال لن أصلي الجماعة طلبًا لتأخير صلاة العشاء في وقتها الفاضل فهل هذا أصاب أم أخطأ؟ ولماذا؟ الجواب أخطأ صح ولماذا؟ لأن التأخير سنةٌ وأداء العشاء جماعةً واجبٌ وإذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم أننا نُقدِّم الواجب على مصلحة السنة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس لم يُبَيِّن المُؤلِّف رحمه الله تعالى وقت ابتداء الفجر ولكن أجمع العلماء على أن أول ابتداء الفجر هو طلوع الفجر الثاني والمُسمَّى بالفجر الصادق وهو المذكور في القرآن بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لأن الفجر لا لأن الفجر فجران كما في صحيح بن خزيمة ومستدرك الحاكم بسندٍ جيدٍ من حديث بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجرٌ يُحرِّم الصلاة عفوا فجرٌ يُحرِّم الطعام وتحلُّ فيه الصلاة وهو الفجر الثاني وفجرٌ تحرُم فيه الصلاة ويحلُّ فيه الطعام وهو الفجر الأول وللحاكم من حديث جابرٍ نحوه وقال في الذي يُحرِّم الطعام إنه يذهب مستطيلاً في الأفق وقال في الآخر إنه كذن بالسرحان وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق المستطير يعني كجناحي الطائر ينشرها يميناً وسمالاً فالفجر الصادق هو الفجر الذي نوره ينتشر عن اليمين والسمال وأما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي لا ينتشر إلا يكون عموداً في السماء مثل نور الليزر لا ينتشر يميناً ولا شمالاً وإنما مثل نور الكبس نور مثل العموت فلا ينتشر ونور الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة وأما نور الفجر الكاذب فتعقبه ظلمة وقد بيّنت لكم سابقاً أنه لا يتعلق شيء من الأحكام بالفجر الصادق أعفواً الفجر الكاذب وإنما الأحكام كلها متعلقة بالفجر الصادق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتعجيلها أفضل نعم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس مع أنه كان يقرأ فيها بالستين آية إلى المئة آية ومع ذلك يخرج النساء إلى بيوتاتهن ولا يكاد أحد يعرفهن من الغلس أي من اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح لم يشتد الصبح وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا ففعل الصلاة الفجر في أول وقتها أفضل في أصح قولي أغن العلم رحمهم الله تعالى فإن قلت وكيف نفعل بما رواه الخمسة وصححه ابن حبان من حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم قال أصبحوا خرجها العلماء على وجهين الوجه الأول أن قوله أصبحوا أي لا تدخلوا فيها إلا متأكدين من طلوع الصبح وهذا محمل فيه نظر ولكن المحمل الثاني هو الصحيح وهي قوله أصبحوا باعتبار الانتهاء إلى باعتبار الابتداء باعتبار الانتهاء أي أمدوا فيها حتى يتبين لكم الصبح جدا وهكذا اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها وهذا فيه نظر والقول الصحيح أن عندنا ثلاثة أشياء لا تدرك إلا بإدراك ركعة فمن أدرك منها ركعة فقد أدركها ومن لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه قد فاتت عليه الأمر الأول الجماعة فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام والركعة إنما تدرك بالركوع فمن أدرك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وأما من لم يدرك معه إلا التشهد أو ما قبله وبعد الركوع الأخير فإنه لا يعتبر مصلياً في جماعة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة فيفهم من هذا أن من لم يدرك إلا أقل من ذلك فلم يدرك الصلاة لأن مفهوم المخالبة حجة كما تقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى الثاني الوقت فأصح الأقوال أن وقت الصلاة لا يدرك إلا بإدراك ركعة منه فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة فلو أن الإنسان أخر الصلاة حتى تضايق وقتها ولم يدرك من وقتها إلا ركعة فقط بمعنى أنه صلى ركعة من الظهر في آخر وقتها وثلاث ركعات بعد دخول وقت العصر فهل يعتبر مدركاً لوقت الظهر الآن الجواب نعم يعتبر مدركاً لوقت الظهر فالوقت لا يدرك إلا بركعة بل إن المرأة الحائض انتبهوا انتبهوا إذا طهرت المرأة الحائض في وقت من أوقات الصلوات وبقي من هذا الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تصلي هذا الوقت لأنها أدركته بمقدار ركعة وأما إذا لم تطهر من حيضها إلا قبيل خروج الوقت بمقدار أقل من ركعة فإنها لا يجب عليها صلاة هذا الفرق لأنه فاتها بفوات مقدار الركعة منه أنتم معين يا إخوان ولا لا فإذا الوقت لا يقيد بتكبيرة الإحرام ولا بسجدة وإنما يقيد بماذا بركعة وما الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر ويفهم من هذا أن من لم يدرك إلا أقل من ذلك فلا يعتبر مدركا للوقت والأمر الثالث الصلاة فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يعتبر مدركا للصلاة للصلاة ففي السنن عفوا ففي سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة وفي رواية فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فإن قلت وكيف نفعل برواية الإمام مسلم يا رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح هنا سجدة نقول إن الإمام مسلم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث بيّن ذلك بقوله وإنما السجدة ركعة لأن الركعة يطلق عليها سجدة لقولهم قال فسجد سجدتين ثم انصرف ما معناها أي ركعة ركعتين سجدتي الضحاء ركعتين الضحاء فالركعة الواحدة يقال لها السجدة لأن أعظم ركن فيها هو السجود فسميت بأعظم شيء في أجزائها فإن قال والسجدة إنما هي الركعة فلا تعرض بين هذه الأحاديث ولله الحمد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا يُصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها وهذا هو الصحيح لأن الله عز وجل فرض لكل فرض وقتا فلا يجوز أن ندخل في هذه الفريضة إلا بعد علمنا بدخول وقتها أو غلبة الظن بدخولها فإن قلت ولماذا قال بغلبة الظن نقول لأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله إما باجتهاد إما باجتهاد كمل أو خبر متيقن عندك خبر متيقن ولا خبر ثقة متيقن زيادة ثقة زيادة ثقة وهي من ثقة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطرق التي تحصل بها غلبة الظن فكل هذه الطرق التي ذكرها طرق تجعل غلبة الظن عندك راجحك ويطمئن قلبك لدخول الوقت الأول أن يجتهد المكلف بالنظر في القرائن الدالة على دخول الوقت وهذا الإجتهاد لا بد أن يكون ممن تتوفر عنده معرفته المعرفة به بأن يكون عالماً بأدلة الوقت فإن لم يكن عارفاً بأدلة الوقت فإنه لا يعمل بالإجتهاد لأن لكل اجتهاد آلاته ووسائله فإذا لم يكن عارفاً بالوقت فليس عنده آلته ومن ليس عنده آلته فكيف يجتهد هذا واحد كيف يجتهد في دخول الوقت أن ينظر إلى حركات الشمس لأن الصلاة مربوطة بحركات الشمس وأن ينظر إلى طلوع الفجر الصادق إذا كانت عنده آلة التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فيجتهد إن لم يكن من أهل الاجتهاد فينتقل إلى الطريق الثاني وهو أن يخبره ثقة متيقن بأن الوقت قد دخل فإذا أخبرك هذا الرجل فلا يخلو خبره من حالتين إما أن يخبرك عن يقين وعلم وجزم وإما أن يخبرك عن اجتهاد هو أيضاً عن اجتهاده هو فيقول المصنف إنك لا تقبل خبر غيرك بدخول الوقت إلا إذا كان مستند خبره اليقين وأما إذا كان مستند خبره الاجتهاد فهو غلبة ظن فلا تقبل خبره إذا كان مبنياً على غلبة الظن ليه لماذا أيها الإمام المبارك لا نقبله ولذلك فالقول الصحيح عندي أن خبر الغير مقبول إذا كان عدلاً في الظاهر سواء أكان مستند خبره عن علم وجزم ويقين أو كان عن غلبة ظن فإنه إذا انتفى العلم الذي عندك فتستعين بالعلم الذي عند غيرك وإن انتفت غلبة الظن من قلبك فتستعين بغلبة الظن التي عند غيرك وليس هناك دليل يدل على التفريق بينهما والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين قوله أخبره ثقة أو خبر ثقة هل يدخل فيه المرأة أم لا بد أن يكون رجلاً الجواب يدخل فيه المرأة فإذا أخبرتك امرأة بأن وقت الظهر قد دخل على حسب توقيت بلادهم وكانت عدلة في الظاهر عن يقين أو عن غلبة ظن فإنك تعمل بخبرها وما الحكم لو أخبرك كافر الجواب لا نقبله لأنه خبر يبنى عليه أمر ديني وكل خبر يبنى عليه أمر ديني فلا يقبل قول الكافر فيه نعم أحسن الله إليكم قال فإن قلت وهل يعتمد على هذه الوسائل الحديثة من الساعات أو الجاوالات والمنبهات الجواب نعم لأنها بالتجارب أثبتت صحة نتائجها فهي مما يوجب غلبة الظن الراجحة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل نعم وإلا ففرض أي إذا اجتهد إنسان في تحر الوقت وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة ثم تبين له بأخرة خطأ اجتهاده فماذا يفعل فمباشرة تنقلب في حقه من فرض إلى نفل ولا تعتبر باطلة لماذا لأن الذي بطل إنما هو فرضه ولكن يبقى له أصل الصلاة فإن نية الفرضية فيها أمران فيها فرض وفيها مطلق الصلاة والذي بطل إنما هو التعيين وبقي مطلق الصلاة تصح به صلاته فتنقلب من كونها فرضاً إلى كونها نفلاً ويتمها ثم يعود مرة أخرى ويكبر للإحرام لأداء الفريضة في وقتها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قدرت تحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها أي إذا أدرك المكلف قدرت تكبيرة الإحرام من الوقت فقد أدرك الوقت وقد بينا لكم سابقاً أن هذا قول مرجوح وأن الراجح أن أن الوقت والصلاة والجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة أوليس كذلك الجواب بلى ولله الحمد والمنى هنا أدرك المكلف جزءاً من وقتها من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنعه من أدائها في وقتها الحاضر فهل يلزمه فيما إذا زال المانع أن يقضي الوقت الذي طرأ المانع عليه فيه أم لا يلزم أرجوكم انتبهوا انتبهوا لو أن امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلما دخلت لدورة المياه تريد أن تتوضأ لتصليها رأت على ما رأت الدماء دم الحيض قد خرت فهذا الفرض يجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما إذا طهرت أن تقضيه فتقيده في الجوال أو في المفكرة حتى لا تنسى واضح مادامها أدركت مقدار تحريمة من الوقت فقد أدركت الوقت أبو العباس بن تيمية رحمه الله رفض ذلك واختار اختيارا آخر قال إذا حاضت المرأة في أول الوقت بعد دخوله أو في أثنائه قبل تضيقه فإنه لا يجب عليها بعد طهرها أن تقضيه لأن تأخير الواجب الموسع عن أول وقته وأوسطه ما لم يتضايق أمر جائز شرعاً فهي لما أخرت الصلاة عن أول وقتها وحاضت في أثنائها هل هي متجانفة لإثم بهذا التأخير أم فعلت أمراً جائزاً فعلت أمراً جائزاً ومن فعل أمراً جائزاً فلماذا توجبون عليه القضاء لأن المتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز الشرعي ينافي الضمان فإذا أجازت لك الشريعة شيئاً فإنها لا يمكن أن ترتب على هذا الجواز شيء من الضمانات والقضاء ضمان حتى وإن أدركت يا ابنة تيمية ركعة كاملة من أول الوقت قال حتى وإن أدركت الوقت لكن لو أنها أخرت الصلاة تأخيراً تلام عليه وتنسب فيه إلى تفريط وهي أن لا يبقى من وقت الصلاة إلا بمقدار فعلها ثم تحيظ في هذا الوقت فهي مفرطة بهذا التأخير أليس كذلك؟ والمفرط ضامن فيجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذا الوقت وهذا القول عندي هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى هذا فيما لو ابتدأ حيظها في الوقت لكن اسمع ما الحكم فيما لو طهرت في الوقت؟ أفتقضي فرض الوقت أم لا؟ أفتصلي فرض الوقت؟ عند الحنابلة ما دام بقي من وقته مقدار تكبيرة الإحرام وسجدة فإنه قد أدرك الوقت لكن عندنا في القول الصحيح أن الوقت متعلق بإدراك ركعة كاملة فإذا طهرت أيتها المرأة الكريمة الفاضلة قبل خروج الوقت بركعة فأكثر فقد أدركت هذا الوقت فيجب عليك أن تصلي هذا الفرض انتبه سلمنا أنها تصلي فرض الوقت إذا أدركت منه ركعة بعد طهرها من الحير لكن أو تصلي الفرض الذي قبله؟ إذا كان يجمع إليه كأن تطهر في آخر وقت العصري ونحن نوجب عليها صلاة العصر لكن أو تصلي الظهر معه؟ أو طهرت في آخر وقت العشاء؟ نحن نوجب عليها صلاة العشاء لكن أو تصلي المغرب معه؟ أيضا الجواب في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ولكن هذا الخلاف إنما اشتهر عند المتأخرين وإلا فما ذهبوا التابعين عامة إلا الحسن أنها يجب عليها أن تؤدي فرض وقتها وما قبله قال الإمام بن قدامة وهو قول عامة التابعين لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن بل حكي إجماعا وأن الحسن رجع إلى قول الجمهور لأن وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما وأرضاهما قال ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا فإذا طهرت المرأة في وقت العصر فيجب عليها الظهر والعصر كاملة من غير قصر وإذا طهرت في وقت العشاء فيجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء كاملة من غير قصر لأنهما يجتمعان في حال العذر وهي فوتت الصلاة بالعذر الشرعي فلما زال عذرها وجب عليها الصلاتان جميعا وهذا خلاف أبي العباس بن تيمية رحمه الله فإن أبي العباس بن تيمية يقول إنما يجب عليها أن تصلي فرضها فقط لكن قول الصحابة أحب إلينا من قول غيرهم والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته قبل خروج وقتها بكم؟ بركعة فمن صار أهلاً لوجوبها بمعنى طهرت الحائض فصارت أهلاً لوجوبها عقل المجنون فصار أهلاً لوجوبها انتبهوا بلغ الصبي فصار أهلاً لوجوبها فإن بقي من وقت الصلاة ركعة فإنه يجب عليهم فرض هذا الوقت وما يجمع إليه قبله نعم نساء الله إليكم قال رحمه الله ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً أما قوله ويجب فوراً هذه تقدم شرحها أليس كذلك؟ وأما قوله مرتباً انتبهوا يا إخوان لأن المتقرر عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء فكما أن الترتيب واجب في أدائها فلا نقدم بعضها على بعض فكذلك في قضائها يجب علينا أن نرتبها فلا نقدم بعضها على بعض لأن القضاء يحكي صفة الأداء تماماً نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه إذا كان على الإنسان فائتتين ظهر وعصر ثم نسي الظهر فصل العصر ناسياً أن عليه الظهر ثم تذكرها فيجب عليه أن يصلي الظهر الآن بإجماع العلماء لكن هل يجب عليه أن يعيد صلاة العصر لمراعاة الترتيب؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك لأن الترتيب إنما سقط بالنسيان وإذا سقط الترتيب بالنسيان فإنه يعتبر المكلف معذوراً بإسقاطه نعم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والثاني أحسن الله إليكم قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة بمعنى أنه لو فاتته صلاة الظهر انتبهوا لو فاتته صلاة الظهر ولم يذكرها إلا قبيل اصفرار الشمس من وقت العصر بمقدار أربع ركعات هذا وقت اختيار للعصر فلم يتذكر الفائتة إلا في آخر وقت اختيار الحاضرة التي العصر فهنا يقدم ماذا؟ هل يراعي الترتيب في هذه الحالة؟ الجواب لا يراعي الترتيب وإنما يجب عليه أن يقدم ما سيفوت وقتها وهي العصر لأنها أحق بوقتها وحتى لا تجتمع عليه فائتتان لأنه لو أخر العصر لاجتمعت عليه فائتتان وإذا صلى العصر مباشرة يقضي صلاة الظهر بعدها والترتيب في هذه الحالة لا يطالب الإنسان به إذن الترتيب يسقط في حالتين في حالة ماذا؟ إذا سقط نسياناً وإذا خاف الإنسان وقت اختيار خروج وقت اختيار الحاضرة حتى لو أنه قام في آخر وقت الفجر بحيث أنه بقي على خروج الشمس بمقدار ما يتوضى ويصلي الفجر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقدم وقت الحاضرة حتى لا تجتمع عليه فائتتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة أي ومن الشروط التي يطلب تحقيقها قبل دخول في الصلاة ستر العورة والستر بمعنى التغطية والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه ويطلب ستره عن أعين الناس دائما فلا يرضى بالنظر إليه لأنه من العور والعور هو العيد وكل شيء يسوء كالنظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيد وستر العورة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع أما من القرآن فقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نزلت في قوم يطوفون عراتا يطوفون عراتا فأمرهم الله عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجد والمقصود بالمسجد أي الصلاة وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها مثلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ويقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليخالف بين فليخالف بين طرفين وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم صحة الصلاة بلا سترة إذا كان المصلي قادراً على ستر عورته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها هذا أول شرط هذا من الشروط وهو أنه يُشترط في الثوب الساتر أربعة شروط الشرط الأول أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف وبناءً على اشتراط هذا الشرط فإن استتر الإنسان عورته في الصلاة بثوب يشفها لخفته فإنه حينئذ لا يُعتبر ساتراً للعورة وصلاته باطلة والمقصود بقوله يصف البشرة يعني يُعرف لون البشرة من دون الثوب أهي بيضاء أو سوداء ونحن نرى أن من الناس من يستثر بثوب تستطيع أن تعد شعر فخذيه وتعرف موضع الشعر من خفته ورقته فمثل هذا لا يُعتبر ساتراً للعورة والشرط الثاني أن يكون طاهراً وذد الطاهر النجس فلا يجوز للمصلي أن يستثر بشيء نجس لقول الله عز وجل وثيابك فطهر ولو صلى بثوب نجس وكان عالماً بالنجاسة فإن صلاته لا تصح وأما إذا صلى في ثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فإن صلاته صحيحة لأن الشرط الذي تركه من باب التروك والشروط في باب التروك تسقط بالجغل والنسيان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرةً فين عليه وكان فيهما قذر حتى أخبره جبريل فخلعهما الشرط الثالث أن يكون الساتر مباحاً وضد المباح المحرم والمحرم إما أن يكون حراماً لحق الله وإما أن يكون حراماً لحق الآدم فالمحرم لحق الله كثوب حرير بالنسبة للرجل فالرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير فإذا صلى الإنسان وسطر عورته وهو رجل بثوب حرير فإن صلاته باطلة وأما المحرم لحق الآدم فكالثوب المغصوب والمسروق فلو غصب الإنسان ثوباً وصلى فيه أو سرق ثوباً وستر به عورته فإن صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة وقسم العلماء المحرم من جهة أخرى إلى قسمين إلى محرم لعينه ومحرم لكسبه ومؤدّاها التقسيمات التي ذكرتها سابقاً فالمحرم للكسب إما أن يكون بسبب ثوب اشتراه من مكاسب ربوية فهذا ثوب محرم أو ثوب حازه بدخوله في مسابقة من اليانصيب من القمار أو الميسر فهذا أيضاً ثوب محرم أو كان ثوب حرير وهو رجل أيضاً ثوب محرم بل إن العلماء اختلفوا في حكم صلاة من أسبل ثوبه لأن إسبال الثوب محرم فقد صلى في ثوب محرم عليه لحق الله عز وجل ولكن القول الصحيح إن شاء الله أن صلاة المسبل صحيحة إلا أنها ناقصة الأجل ولا جرم لأن المحرم من هذا الثوب إنما هو ما دون الكعبين وما دون الكعبين ليس ستره بواجب أما المغصوب فإن ستر العورة سيحصل بالجزء المغصوب والمسروق سيحصل ستر العورة بالجزء المغصوب وأما ما دون الكعبين فإنه لا يحصل به ستر العورة ستر العورة فإذا صلاته صحيحة مليحة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعورة رجل وأمات وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة بدأ المؤلف يفصل في هذه العورة التي أجملها فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام وحفظوها لكثرة الكلام عليها وأنا أعطيكم خلاصتها عورةٌ مُغلَّضة وعورةٌ مُخفَّفة وعورةٌ مُتوسِّطة فالمُخفَّفة هي عورةُ الذكر من سبع سنوات إلى عشر سنوات هذه عند الحنابلة تُسمَّى بالعورة المُخفَّفة وهي الفرجان فقط فعورةُ الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين هي الفرجان فقط أي أنه إذا ستر قُبله ودُبُره فقد أجزأه الستر في هذه الحالة حتى ولو كانت أفخاذُه باديةً فإنه لا حرج عليه وأما المُغلَّضة فهي عورةُ المرأة الحُرَّة البالغة فإن المرأة كلُّها عورة إلا وجهها في الصلاة ونحن نتكلم طبعاً عن عورة عن عورة الصلاة فإن وجهها في الصلاة ليس بعورةٍ وأما المُتوسِّطة فهي ما سوى ذلك وهي العورةُ التي تكونُ ما بين السُرَّة والرُّكبة فالسُرَّة في نفسها والرُّكبة في ذاتها ليستَ بعورة وإنما العورةُ ما بينهما لكن يُؤمرُ الإنسانُ بستر رُكبته من باب تكميل ستر العورة ويُؤمرُ بستر سُرَّته من باب تكميل ستر العورة وسد الذرائع وهي عورةُ الأمَة وعورةُ الرجُل فيما بعد عشر وعورةُ الرجُل فيما بعد عشر فعورتُهُم فيما بين السُرَّة والرُّكبة فيدخلُ في ذلك الذكرُ من عشر سنواتٍ فصاعدة والحُرَّة دون البُلوغ والأمَة ولو بالغة انتبهوا يا إخوان وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد ضعيفة جدًّا ولا يجوزُ اعتمادُها ولا نسبتُها للإمام أحمد وهي أن عورةَ الرجُل مُطلقًا هي الفرجان فقط فإذا سترَ دُبُرَه وقُبُلَ فلَهُ أن يخرُجَ ولو كانت أفخاذُه باديةً وهذا في الحقيقة ضعيفٌ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة فإن المرأة كلُّها عورة إلا وجهها وأما في باب النظر نظر الأجنب لها فكلُّها عورة فلا يجوزُ أن تُبديَّ لا وجهًا ولا كفًّا ولا ظُفُرًا ولا شعرًا والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويُستحبُّ صلاتُه في ثوبَين أعد أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويُستحبُّ صلاتُه في ثوبَين لو كان الثوب الواحد ثوبًا يستُر عورة الإنسان فإن الصلاة به صحيحة وقد ثبتت الصلاة في الثوب الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي في ثوبٍ واحدٍ في بيت أم سلم تواضعًا طرفيه على عاتقه وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال متوسعُّ صلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوسِّحًا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به وإن كان ضيِّقًا فاتزِر به ولما قيل يا رسول الله أَوَنُصَلِّي في ثوبَين قال عفواً قالوا يا رسول الله أيُجزِئُ أحدُنا الصلاة في ثوبٍ واحد قال أَوَلِ كُلِّكُم ثوبَين يعني هناك من الناس بسبب فقره ما لا يملك إلا ثوبًا واحدًا فالواجب أن يستر الإنسان عورته بهذا الثوب لكن من باب تكميل الستر يُستحبُّ مع السعة أن يُصلي الإنسان في ثوبين وبالمناسبة فإننا نحن الآن نُصلي في ثوبين فإن الفنيلة مع الصراويل تُعتبر ثوبًا والثوب الذي فوقها تُعتبر ثوبًا وهذا المشلح يُعتبر ثوبًا يعني أنا أُصلي في كم ثوب؟ ثلاث ثياب هذا من باب زيادة أنا أحب الستر أنا أحب الستر ثلاثة ثياب وأنتُ الله يهديكم جاي إني في ثوبين فإذن هذا من باب تكميل الستر ليس من باب تكميل الستر وليس من باب الستر الواجب فالواجب ولو ثوبًا واحدًا يستر عورة الإنسان الواجب سترها ولكن لو صلى في ثوبين لكفاه ذلك لكان ذلك أفضل وأحسن نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم أعلموا أن الزينة المأمور بأخذها في الصلاة عند كل مسجد زينة تختلف باختلاف الأعراف فيسنُّ لكل أناسٍ في عُرفٍ أن يلبسوا ما جرى عُرفهم بلبسه والتزيُّن به فيما بينهم فنحن عندنا مثلاً لبس الغُثرة في الصلاة هذا هو الزينة هذا هو الزينة هذا عُرفنا كذا طيب والعمام في عُرف أهل السودان كذلك أيضًا من الزينة فيستحبُّ عند مجيئك للمسجد أن تأخذ أكمل زينتك التي تتزيّن بها عند المخلوقين لأنك سوف تقف بين يدي الخالق عز وجل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويُجزِئ ستر عورته في النفل أي عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة وهي ما بين السرة والركبة فيكفي ستر عورته في النافلة لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض ولأن الإنسان ربما مع طول القيام في النافلة إذا كان عليه ثوبٌ أو ثوبان قد ستر جسمه أن يتعرَّق لأسيَّم في الزمن الماضي لا يجدون مكيفات فيترفَّه بإزالة بعض الساتر فلو اقتصر على إزرةٍ تستر ما بين ما بين سرته وركبته وصلَّة وبقية جسمه مكشوفًا فلا حرج عليه إلا أن عندنا معاشر الحنابلة أنه لا بد أن يستر أحداً عاتقيه بشيء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومع أحد عاتقيه في الفرد يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرد وإن ستر عاتقيه كليهما فهو أفضل وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلِّين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وفي لفظٍ لهما على عاتقيه منه شيء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وصلاتها في درعٍ وخمارٍ وملحفة أي وتسنُّ صلاة المرأة في درعٍ وهو معروفٌ عند النساء وخمار وملحفة والدرع هو القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين والخمار هو الطرحة التي تنفُّ المرأة بها رأسها والملحفة ما ينفُّ على الجسم مثل الجلال أو العباءة ونحوها فيستحبُّ للمرأة أن تصليَّ في ذل لكن لو أنها ألقت الجلال وصلَّت في ثوبها العادي في حال عدم حضور أجانب فلا حرج عليها ففي سنن أبي داودة من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أتصلِّي المرأة في درعٍ وخمار بغير إزار قال نعم إذا كانت درع سابغاً يغطي ظهوراً قدميها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله لكن ما الحكم لو بان وجهها عفواً ما الحكم لو بان قدماها القول الصحيح أن صلاتها صحيحةٌ القول الصحيح أن صلاتها صحيحة لأن القدمين ليس من العورة بالنسبة للصلاة فإن سترت القدمين فالحمد لله وإن لم تسترهما وصارت باديةً فإنه لا حرج لا حرج عليها واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى نعم بل حتى لو بان كفاها فالأفضل لها أن تستر كفيها لكن لو أنها بدأ شيءٌ من كفيها فإن صلاتها صحيحة واختاره أبو العباس أيضاً فإذا ستروا الكفين والقدمين من من دوبات الصلاة بالنسبة للمرأة ولكن ليست من الواجبات في ستر عورتها وأما رأسها فيجب عليها أن تتحفظ من بدو شيءٍ منه انتبهوا لما في سنن أبي داود وصحح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف أي ويجزئ المرأة ثوبًا يستر عورتها ولو كان ثوبًا واحدًا فلو تلفَّفت المرأة بثوبٍ يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ ذلك أجزأ ذلك ولو لفَّت نفسها بثوبٍ يخرج منه الكفَّان والقدمان أجزأ ذلك على القول الصحيح عندنا والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله ومن انكشف بعض عورته وفحُشَ أو صلَّى في ثوبٍ محرَّمٍ عليه أو نجسٍ أعاد قوله انكشف أيزال عنه الستر سقطت سراويله وهو يصلي وهو ساجدٌ وعليه بنطالٌ قد بادَ شيءٌ من عجزته مثلاً كما هو حاصلٌ في من يصلي بالبنطال أصلحهم الله وهداهم فإنهم يصلون ببناطي ضيِّق جداً ربما يكون سميناً أو حزام البنطال ضعيفًا فمع سجوده يتقلَّص البنطال عن مؤخرته فيبدو شيءٌ منها ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا بدأ شيءٌ من العورة فلا يخلُو من حالتين امتبهوا إما أن يكون انكشاف اضطرار وإما أن يكون انكشاف اختيار فإن كان انكشاف اضطرار فلا حرج عليه حتى ولو طال زمن الكشف فإن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان قومه يقدِّمونه للصلاة بهم وهو صغير وكان لا يملك إلا قميصًا إذا سجد بان منه أسته حتى قالت امرأةٌ من أهل الحي أفلا تجدون شيئًا تشترون عنا سوأة إمامكم قال فاشتروا لي ثوبًا فما فرحت شيئًا بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب رضي الله عنه وأرضى فانكشاف العورة هنا هل هو انكشاف اختيار الجواب لا وإنما هو انكشاف اضطرار فلا حرج عليه في ذلك لأنه عاجز عن تكميل سترته بل لو لم يجد الإنسان شيئًا يشتر عورته فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله وعورته كلها مكسوفة عن بكرة أبيها فهذا الانكشاف انكشاف اضطرار وأما إذا كان الانكشاف انكشاف اختيار فإنه يبطل الصلاة بشرطين أن يكون المنكشف من العورة كثيرًا عرفًا وأن يطول زمن الكشف أن يكون المنكشف من العورة كثيرًا وأن يطول زمن الكشف فهذا التفصيل إنما نأتي به في الانكشاف الاختياري للانكشاف الاضطراري ولذلك قوله وفحش أي غلُض وعظم والله أعلم أحسن الله إليكم قال حفظه الله لا من حبس في محل نجس أعيد لا لا أعيد أو صلى قال أو صلى في ثوب محرم عليه لو صلى الإنسان في ثوب محرم عليه بغض النظر عن نوع التحريم أكان تحريمًا يرجع إلى حق الله عز وجل أو كان تحريمًا يرجع إلى حق المخلوقين فإن صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة لأنه سبق لنا أن من شروط السثري أن يكون مباحا أن يكون مباحا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو نجس أعاد إذا صلى الإنسان في ثوب النجس فإن كان عالمًا بالنجاسة فإن صلاته باطلة وإن كان غير عالمٍ بالنجاسة أو علم بها ونسيها فإن صلاته صحيحة وقد قدمت الأدلة لكم قبل قليل وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فين عليه وفيهما قذر حتى ذكره جبريل عليه الصلاة والسلام فخلعهما ولأن إزالة النجاسة من شروط التروك والشروط في باب التروك تسقط بالجغل والنسيان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن واجه أعد لا من حبس لا تفوت شيء لا تفوت ولا حرف قال رحمه الله لا من حبس في محل النجس لأن صلاته حينئذ في هذا المحل النجس أهي صلاة اختيار أم اضطرار اضطرار لا يجد إلا هذا المكان وإلا فتته الصلاة فإذن يصلي على بقعة النجاسة اضطرارا إذ لا يجد إلا هذا المكان والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل وأن المشقة تجلب التيشير ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه في أصح قولي أغن العلم رحمهم الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها لأنه واجد والواجد هو المطالب بالتكليف طيب وإلا فالفرجين إذا لم يجد شيء أن يكفي عورته كاملة فلا أقل من أن يستر فرجيه لغلظ العورة فيهما طيب فإن لم يجد ما يكفي دبره وقبله فإن لم يكفيهما فالدبر فإن لم يكفيهما فإن لم يكفيهما فالدبر وهو الدبر طبعا إن كانت الخرقة تكفيه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن أعير سترة لزمه قبولها إذا بحث الإنسان عن سترة فلم يجد فرآه إنسان صاحب إحسان وصاحب خير وقال عن ماذا تبحث أيها الرجل قال أبحث عن شيء يستر عورتي لأصلي قال ادخل فخذ من ثيابي ما شئت فأعاره أفيلزمه قبولها في هذه الحالة أم لا يلزمه الجواب أنا عندي في هذه المسألة لا أقول يلزمه مطلقا ولا أقول لا يلزمه مطلقا يرحمك الله انتبهوا هنا تفصيل جميل لعلكم تفهمونه من أول مرة فأعيرون انتباهكم وهي أن شرط الصلاة لا يخلو من حالتين إما أن يكون له بدل صحيح وإما أن لا يكون له بدل صحيح فإن كان له بدل صحيح فلا يلزمك حينئذ أن تقبل لا هدية ولا عارية لأن قبوله ما يوجب عليك منه ولك بدل صحيح وهذا يقال في اشتراطي ماذا الطهارة المائية فإن أحدا لو أهداك الماء لا يلزمك قبوله لأنك لو لم تقبله كان ثمة بدل صحيح وهو الطهارة الترابية والتراب ما للأرض ولا منة الله منة الله ولا منة خلقه طيق مرتين وهذا بيقعد يعطيك الموية ثم نعقب سبع أيام يا شيخ تذكر يوم عطيتك الموية ذاك اليوم الله أني أحبك تذكر وكل شوي بيذكرك فشاهدنا أنه فيها منا فلا يلزمك لا قبول هديته ولا عاريته وأما إذا لم يكن لهذا الشرط المعين بدل صحيح فحينئذ يلزمك القبول لأنك إما أن تقبل وإما أن تفقد الشرط كلية لأنه ليس عنده ليس به بدل صحيح ستر العورة من أي النوعين من الثاني فإن لم تقبل عاريته أو هديته فإنك سوف تصلي متجردا ليس هناك بدل صحيح تنتقل إليه فيلزمك في هذه الحال قبول هديته فيما لو أهدى وقبول عاريته إذا أعارك ولأن الصلاة بالسترة واجب والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم وجوب الستر إلا بقبول الهدية أو قبول العارية فيكون قبولهما واجبا أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما يعني إذا كان إنسان عاري ليس عنده ثوب ولا وجد أحدا يعيره ولا يهديه فإنه إن صلى قائما في حضرة الناس فسيرون الناس عورته وأما إذا كان عاريا ولكن في بيته لوحده ما عنده أحد أو في البرية لوحده ليس عنده أحد فحينئذ هل يصلي قاعدا الجواب لا بل يصلي واقفا لعدم وجود العلة التي تجيز له الجلوس فإن قلت ولماذا يصلي قاعدا إذا لم يكو إذا كان في حضرة الناس نقول لأن ذلك أستر له لأن ذلك أستر لعورته قوله استحبابا فيهما أي أننا نستحب له ذلك وهو القعود والإيماء بالركوع والسجود لا يسجد ولا يركع وإنما يركع كذا ويسجد كذا حتى يقطع على أهل الأطماع أطماعهم ولكن هذا من باب الاستحباب ليس على وجه الوجوب فالمستحب له أن يصلي جالسا لكن إن قويت نفسه على القيام وصلى قائما وتوكل على الله عز وجل واحتسب الأجر فإنه لا حرج عليه إن شاء الله نعم هذا إذا كان منفردا دبرناه ولله الحمد لكن إذا كانوا جماعة وكلهم عرات ماذا نفعل في هذه الحالة يا شيخ؟ اقرأ يا فهد أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكونوا إمامهم وسطهم هذا هو المخرج أنه لا بد أن يصلي بهم أحدهم ولكن يصير ذكي لا يتقدمهم وإنما يكونوا وسطهم حتى يكون ذلك أحفظ لعورته انتبهوا طب قد تقول سيراه الصف الثاني نقول لا يا حبيبي ما فيه تعدد صفوه في هذه الحالة صف عن يمينك كل الصف وصف عن يسارك كل الصف حتى ولو طال الصف والإمام يقف في الوسط أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده يعني إذا اجتمع رجال ونساء عرات صلى الرجال لوحدهم في منطقة منفصلة منعزلة عن النساء وإمامهم في وسطهم والنساء كذلك يصلين لوحدهن فلا يصلوا جميعا نعم نعم فإن شق نعم أي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان يتسع للرجال والنساء في وقت واحد فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقولون فيه مخرج فقه فيه مخرج فقه إن شاء الله في هذه الحالة أولا يصل الرجال وإمامهم وسطهم والنساء خلفهم قد استدبرن بوجوههن إلى الجهات الأخرى ما فيه التفات يمين أو شبال الوجوه إلى الجهة الأخرى فإذا صلى الرجال وفرغوا جاء النساء وصلوا في هذا الموضع الضيق ووجوه الرجال إلى الجهة الأخرى والله أعلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترى وبنى أي إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء صلاته سترة بمعنى أنه افتتح الصلاة بلا سترة وصلى ركعتين الأوليين بلا سترة ثم جاء من ذهب يشتري السترة جاء وألقى السترة أمامه فحينئذ هي سترة قريبة يستطيع أن يتناولها بحركة يسيرة ثم يستر بها جسده ويبني على صلاته التي مضت وبناء على ذلك فلو أن المصلي افتتح الصلاة عريانا ثم جاء الهواء بخرقة كبيرة ولكنها بعيدة عنه بمعنى أنه سيتكلف حركات كثيرة ومشيا كثيرا حتى يستثر بها ففي هذه الحالة يقطع صلاته ويستتر ويستأنف الصلاة من أولها فإذا وجد السترة في أثنائها فإما أن تكون قريبة عرفاً وإما أن تكون بعيدة فإن كانت قريبة فيستر نفسه ويبني على ما مضى من صلاته وإن كانت بعيدة فيقطع الصلاة ويستتر ثم يستأنف الصلاة من جديد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإلا ابتدأ وإلا ابتدأ يعني إن كانت بعيدة عرفاً فيقطع الصلاة ويستتر ثم يبتدئ الصلاة من أولها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل السدل أن يطرح الرداء على كتفيه السدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد أحد الطرفين على الآخر لا يرد أحد الطرفين على الآخر مثل الرداء الإحرام شوف الرداء الإحرام موهب نحطك كذا هذا مكروه إذا صليتك كذا وباطنك وسرتك بادية مكروه هذا لا بد أن ترد أحد طرفيه على الآخر حتى يكمل سترك لا يقال هذا في البشت لأنه لا يتحقق به ستر العورة فإذا هذا هو السدل وبرهان هذه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نغى عن السدل عن السدل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله واجتمال الصماء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصماء تفسير منقول عن علماء الشرع وتفسير منقول عن علماء اللغة إذن السماء كم صار لها من حقيقة حقيقتان حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ما هي الحقيقة اللغوية؟ قالوا هو أن يلبس الإنسان ثوباً مصمةً ليس ثمة مخارج ليده بمعنى أنه إذا نبس وصارت يديه هكذا هذه صماء صماء علام خارج ولا فتحات لأكمام لها هذا تفسير أهل اللغة وأما تفسير علماء الشرع انتبهوا فهو أن يتجلل الإنسان بثوب يستر عورته ولكن يأتي بأحد طرفيه ويرفعه على كتفه فيبدو أحد شقيه فيبدو أحد شقيه لا ستر عليه وهذا في السابق إذ كان الناس لا يملكون إلا ثوباً يتجللون به فربما معثق للثوب أو تدليه يرفعه حتى يجعله على عاتقه أو يمسكه بيده على مقتضى تفسير أهل اللغة تكون العلة في النهي عن اجتمال الصماء هي خوفاً من سقوطه فلا يجد يداً يتعنز عليها يعني يعني يتكِع عليها أو إذا هجم عليه شيء في الصلاة من حية أو عقرب فلا يستطيع أن يخرج يده حتى يقتلها وأما العلة في النهي عن اجتمال الصماء على تفسير أهل الشريعة فهو لأن العورة تنكشف وإذا اختلف التفسير بين علماء الشرعي وعلماء اللغة على لفظة شرعية فالمقدم فيها ماذا؟ تفسير علماء الشرع لأن المتقرر في قواعد الأصوليين أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض فإن قلت وما الدليل على النهي عن اجتمال الصماء أقول في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من إحدى اللبستين قال واجتمال الصماء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتغطية وجهه واللثان نعم أن يكره أن يغطي الإنسان وجهه في الصلاة لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب كالعطاس مثلا لأن الأفضل عند العطاس أن يغضَّ الإنسان بها صوته أو يغطي فما هو وأنفه فإنه حينئذ يجوز له تغطية وجهه في هذه الحالة لأن المتقرِّر عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراها ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال أجانب عنها فيجب عليها وجوب عين أن تغطي أن تغطي وجهها لأن تغطية وجه حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله واللثام على فمه وأنفه أي ومن مكروهات الصلاة أن يتلثَّم الإنسان على فمه وأنفه بأن يضع الغُترة أو العمامة أو الشماخ على فمه في هذه الطريقة هذا مكروه في الصلاة وفي السنن بسندٍ لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثُّم في الصلاة وأن يغطي الرجل وجهه نهى عن التلثُّم في الصلاة وأن يغطي الرجل وجهه ويُستثنى من ذلك إذا تثاؤب وغطَّى فمه ليقظيم التثاؤب فهذا لا بأس به أما بدون سببٍ فإنه يُكرَه بل يُستثنى من ذلك من فيه ثمه رائحة بخر كريهة كأن يكون قد أكل ثوماً وخالف وجاء للمسجد فإنه حينئذ لا بأس أن يتلثَّم قليلاً قبل أن يصفعه من بجواره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله بل حتى لو صار الإنسان في زُكام وفي حساسية فإن من أن الناس من حساسيته تتأثر بنوع الفرشة ولا لا في بعض الفرشات فيها جزئات تتطايع فإذا صليت في مسجد وأنت من أهل هذه الحساسية ورأيت أنك بدأت العطاس فحينئذ ماذا تفعل تتلثَّم هذا لثامٌ مبدأه الحاجة والتلثٌ مكرُه والمتقرِّر عند العلماء أن الكراهة ترفعها الحاجة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَكَفُّ كُمِّهِ وَلَفُّهِ أن يُكرَه للإنسان أن يكُفَّ أكمامه وهو يُصلي أو يلُفَّ أكمامه أن يجذِبَها إلى فوق حتى ترتفع أو يطويَّها قال فقهاؤنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون أثناء الصلاة أو كان ملفوفًا قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة قبل حلِّه فإن كان مكفوفًا قبل الصلاة فلا بدَّ من حلِّه وإن كان في أثناء الصلاة فلا بدَّ من ترك هذا اللف نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارِ الزُّنَّار الزُّنَّار هو لباسٌ يلبسه رُهبان النصارى يشُدُّون أوساطهم بخيطٍ أبيض يُقال له زُّنَّار وهو علامةٌ من علامات دينهم وتُقسُم من تُقوصات تعبُّداتهم ونحنُما والقاعدة عندنا أن من تشبَّه بقومٍ فهو منهم فلا يجوز للإنسان أن يشُدَّ وسطه في الصلاة شدَّ النصارى الزَّنانيرًا لأن هذا تشبُّهم بهم في عبادة ولا يجوز للإنسان أن يكون أم بين ربه عز وجل وهو متشبِّهم بالكفر الملاحدة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَتَحْرُمُ الْخُيَلَاءُ فِي ثَوبٍ وغَيْرِه الخيلاء مأخوذةٌ من الخيل لأن الخيل تجرب التباهي والترفُّع وتتبختر في مشيتها فالخيلاء أن يجد الإنسان في قلبه شيئًا من التعاظُم على الغير ورؤية الذات وتعظيم الشخصية أمام الآخرين واحتقار الناس هذا هو الخيلاء والخيلاء له موجباتٌ كثيرة منها إسبال الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ لا يُكلمُهم الله يوم القيامة ولا يُزكِّيهم ولا ينظرُ إليهم ولهم عذابٌ أليم ذكر منهم المُسبِلُ إزارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أسفل من الكعبين فى في النار وهذا في حق الرجل إجماعًا وأما المرأة فيُستحبُّ لها إجماعًا أن تجرَّ إزارها لقول أم سلمة يُرخين شراءً لراعًا ولا ولا يزِدنَ وأما الرجل فيحرُم عليه أن يجرَّ إزاره تحت كعبيه تحت كعبيه والأدلَّ ذكرتُها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والتصوير واستعمالُه التصوير مُحرَّم بل خُذوها قاعدة الأصلُ في تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعت له الضرورة والحاجة وقد قسم العلماء التصوير إلى ثلاثة أقسام تصوير النحت وهو أن يعمد المصوِّر إلى زجاجة أو إلى حصات أو إلى صلصال أو إلى خشبة ثم يصيغُها على صورة إنسان هذا التصوير له ظل بمعنى أنك لو أو قدت أو أضعت النور في أحد جانبيه رأيت وراءه ظلاً هذا النوع من التصوير وهو تصوير النحت أجمع العلماء على تحريمه لم يُخالف منهم أحد النوع الثاني تصوير الرسم وهي أن يعمد المصوِّر إلى خرقةٍ بيضاء فيرسم عليها أو يرسم على جدار صورة شيءٍ من ذوات الأرواح أو يرسم على زجاجة أو على حجر فهذا أجمع العلماء فيما نعلم على تحريمه كذلك لم يُخالف في تصوير النحت ولا في تصوير الرسم أحدٌ من العلماء ولكن العلماء مُختلفون في التصوير الذي ابتُلي به الناس اليوم وهو التصوير الفوتوغرافي التصوير بالآلة والقول الحقُّ عندي والله أعلم أنه كذلك على أصل التحريم إذ ليس هناك دليلٌ يدلُّ على تجويزه أو إخراجه عن عموم الأدلة فعموم الأدلة يدلُّ على أن ما يُسمَّى صورة فإنها حرام بغض النظر عن الآلة التي أنتجت هذه الصورة أهو نحت أو رسم أو فوتوغرافي فكلُّ ما يُطلق عليه صورة عُرفًا ولغةً فإنه يدخل في حكم الصورة شرعًا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُصورين وأخبر أنهم أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة وقال العلماء إن التصوير قرينُ الشرك وإن أول ما حصل الشرك في بني آدم إنما هو بسبب التصوير أليس كذلك؟ لسيما إذا كانت صورةً لملك أو لمُعظَّم فإن الناس يفتتنون بها افتتانًا عظيمًا لا يخفى على شريفكم شيءٌ من الأمثلة عليه صح؟ صح وش اللي صح؟ حفظ التصوير العظيمة فإذاً هذه من أعظم أسباب الشرك لقول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلغتكم إلى آخر الآية هذه أسماء رجالٍ صالحين فلما ماتوا صور أقوامهم لهم صورًا أي نوع من التصوير؟ تصوير النحت فعكفوا عندها لما مات أولئك وجاء من بعدهم فعبدوها من دون الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوبًا فيه شيءٌ من التصاوير فيصلي فيه لأنه ثوبٌ مُحرَّم وتحريمه لحق الله أم لحق الآدمين لحق الله عز وجل فلا يجوز له أن يصلي في ثوبٍ فيه شيءٌ من التصاوير ومن صلَّ في ثوبٍ فيه شيءٌ من التصاوير وكانت التصاوير، انتبه، وكانت التصاوير فيما بين السرَّة والرُّكبة بمعنى أنها في الجزء الذي يستر الإنسان به عورته فهذا يجب عليه أن يعيد صلاته لأنه ستر ثوبه بمُحرَّمٍ لأنه ستر عورته بمُحرَّم نعم أحسن الله إليكم تهل الوقت تونى؟ تونى شمع سعو نص سعو نص نخلج نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَيَحْرُمُ استِعْمَالُ مَنْسُوجِ أو مُموَّهٍ بِذَهَبٍ قَبْلَ استِحَالَتِه يعني هذا على الذكر فقط لأن لباس الحرير والذهب على الرجال هو المُحرَّم لما في جامع الترمذي بسندٍ صحيح صححه ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حُرِّم الذهب والحرير على إناث أمتي وأحلَّ على ذكور أمتي وأحلَّ لإناثهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيحرم على الذكر استعمال منسوجٍ بشيءٍ من الذهب أو مُموَّهٍ به إذا كان عليه ثوبٌ وفيه زخارف ذهب فإنه لا يجوز له أن يلبس هذا النوع من اللباس فإذا كان في ثيابه شيءٌ من خيوط الذهب أو زخارف الذهب فإنه لا يجوز أن يلبس هذا اللباس فإذا خالف ولبسه وصلى فيه فإن الواجب عليه أن يعيد صلاته لأنه ستر عورته في الصلاة بمحرَّم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو مُموَّهٍ بذهبٍ قبل استحالته أن يحرموا أن يلبس مُموَّهًا بذهب والتمويه هو أن يأتي الإنسان إلى زجاجة ثم يطليها بالذهب أو يجعل عليها أشياء من الذهب فأصل المادة ليست ذهباً خالصاً وإنما هي مطليةٌ بماء الذهب مطلية بالذهب فهم ثم هذا فهي ليست سبيكة ذهب وإنما زجاجة أو حجر لكن طلية ظاهره بالذهب فإذا كان الثوب مُموَّهًا بشيءٍ من الحرير أو مُموَّهًا بشيءٍ من الذهب فإنه لا يجوز للإنسان أن يُصلي فيه لأنه مُحرَّم عليه كل هذا واضح أحسن الله إليكم قال رحمه الله وثياب حرير أي ويحرم على الرجال أن يلبسوا في الصلاة وغيرها ثياب حرير ففي الصحيحين من حديث ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير إلا بمقدار أصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ وفي الصحيحين من حديث ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سياراء وهو نوعٌ من أنواع الحرير قال فلبستها وخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي وفي الصحيحين من حديث عُقبة رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حريرٍ فلبسه فصلى فيه فلما قضى الصلاة نزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَمَا هُوَ أَكْثَرُهُ ظُهُورًا عَلَى الزُّكُورِ إذا كان أصل الثوب من القطن ولكن دخل في تفصيله شيءٌ من الحرير فلا يخلُو إما أن يكون أكثر الثوب قطنًا أو حريرًا فإن كان أكثره حريرًا فإنه يأخذ ثوب الحرير وإن خالطه نوعٌ من القماش آخر وأما إذا كان الحرير يسيرًا فلا يخلُو إن كان بمقدار أصبعٍ أو إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ كالكمِّ كأن يكون الكمِّ هذه أربعة كأن يكون الكمِّ فقط من الحرير أو يكون الغالوقة فقط من الحرير أو يكون تُبَّان الجيب من الحرير أو يكون اللي تحت هذه شو اسمها؟ التبنى التبنى هذه من الحرير أو المخاب فقط من الحرير أو مُخبَل فوق من الحرير يعني بمعنى أن الحرير بموضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ فإنه لا بأس به لأنه أقلُّ مما هو فيه وأما إذا كان كثيرًا فإنه يعتبر ثوب حريرٍ يحرُم على الرجل لبسه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا إذا استوَيَا أي لا يحرُم الحرير إذا استوى مع الجنس الذي هو فيه ولكن هذا قولٌ مرجوح لأن الأصل حرمة الحرير على الرجال إلا بمقدار أصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ كما مثلتُ لكم قبل قليل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو لضرورة لضرورة كأن يكون في الإنسان حساسية فإذا كان في الإنسان حساسية وإذا لبس القطن تأذَّى جسده وتشقَّق جلده فإن أنفع شيءٍ لعلاج الحساسية رقةُ الثوب وأرقُّ الأقمشة على الإطلاق هو الحرير فيجوز له أن يلبس الحرير وأن يصلي فيه في هذه الحالة لماذا؟ للأثر والنظر أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث أنسان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكَّةٍ كانت بهما واضح وأما من النظر فلأن المشقَّة تجلب التسير وأن الأمر إذا ضاق التسع وأنه لا واجب مع العجز ولا محرَّم مع الضرورة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو حكَّة تقدَّم شرحها أو مرَض أن يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرَض يخفِّفه الحرير أو يُبرِئُه والمرجع في معرفة ذلك إلى تقرير الأطباء فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي فإنها ضرورةٌ وحاجةٌ تجيز للرجال أن يلبسوه في هذه الحالة نعم أحسن الله إليكم قال أو حرب أو قمل ما عندك أو قمل عندي أو قمل أن يجوز له لبس الحرير لطرد القمل قال أو حرب وفي بعض النسخ أو جرب وأنا أجيز الأمرين لأن لبسه في الحرب من باب إرهاب العدو جائز فقد تبختر رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذوب حرير فقال إن تلك المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع وهذا وتلك اللبسة يبغضها الله إلا في هذا الموضع لأنها من باب إرهاب العدو فإذا مشى خصمك أمامك متبختراً فإن تبختره يضعف قوة قلبك ما هو بلاقة ما هو تقول ما هو تروح لكن أجيك نعم يا أخي ما عندك هذا ذا فتوها وتلقاها عندك أحد بس عد المشي أحياناً تخدع مثل الصوت الصوت يخدع أحياناً وعند صوته حرش لكنه أضعف من نملة بس يطرد الأعداء بصوته حطن صوته مثل البليت أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الجرب فالجرب نوعه حك وقد أجزنا له أن يلبسها إذا كانت تلك الحكة تشفى بلباس الحرير نعم أو حشو أو حشوا أو حشوا بالنصب يعني معناها أنه يجوز للإنسان أن يلبس ثوباً محشواً بالحرير فالحرير في باطن الحشو ليس ظاهراً مثل الفروة الفروة محشوة بماذا؟ بالحرير هذا لا بأس به فالحرير شيء باطن ليس شيئاً ظاهراً يراه الناس فإذا قدر أن رجلاً رأى ثوباً يباع وهذا الثوب محشو بالحرير فالحرير ليس منها هنا ولا يباشر جسده ولكنه محشو به فإنه لا بأس عليه أن يشتريه ليلبسه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو كان على من أربع أو كان على من أربع أربع أصابع فما دون شرحناها أو رقاع أو رقاعاً شرحناها كأن يكون الثوب موزقاً ثم تأتي برقعة من حرير وتركع بها الثوب هذا لا بأس به لأن الرقعة غالباً تكون بمقدار أربع أصابع أحسن الله إليكم قال أو لبنة جيب وسجف أو لبنة جيب لبنة الجيب هو الجزء القوي القاسي فيه الذي يستطيع أن يعلق الإنسان فيه شيئاً هذه لبنة وهذه لبنة هذه كلها لبان جيب بمعنى أنها جزء قاسي حتى يستطيع الإنسان أن يثبت فيه الصدف منها هنا وها هنا فإذا كانت هذه القطع من الحرير فلا حرج على الإنسان فيها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والسجف في فراء والسجف في فراء السجف معناها الأطراف الفروة مهو بأطرافها مخيطة بخيوط حتى لا يسقط ما بداخلها فهذه الخيوط التي تحيط بالأكمام منها هنا وها هنا وتحيط بأسفل الفراء منها هنا وها هنا إن كانت من الحرير فلا بأس لأنها بمقدار أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أو أربع فهو حرير يسير وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس اليسير من الحرير نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويكره المعصفر المعصفر هو المصفوغ بالعصفر وهو معروف وأما المزعفر فهو المصفوغ بالزعفران وهما نبتتان معروفتان لكل أحد فلا يجوز للإنسان أن يصبغ فلا يجوز للرجل خاص أن يصبغ ثوبه لا بزعفران ولا بعصفر لما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وهو الحرير والمعصفر وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال لي أمك أمرتك بهذا أمك أمرتك بهذا يعني من باب الإنكار من باب الإنكار عليه والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد